السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الثالث اليوم إن شاء الله سوف نأخذ في مادة العلوم سوف نتعرف على وحدة جميلة جدا وهي آخر وحدة في كتاب العلوم الفصل الأول وهي الوحدة الرابعة بعنوان الكون والحياة وهذه الوحدة في مادة العلوم تتحدث أولا عن خصائص الشمس خصائص الشمس وخصائص القمر وخصائص الأرض لننتقل إلى الدرس الأول من وحدة الكون والحياة وهو بعنوان الشمس نفتح يا ثالث على صفحة 72 الدرس الأول وهو الشمس ما هي الشمس؟ الشمس أين تقع الشمس؟ في الأرض أم في السماء؟ تقع أحسنتم في السماء نراها في السماء طب ما هي الشمس؟ هي عبارة عن نجم النجم أين يقع؟ في السماء نجم سماوي شكل مضيء الشمس بتعطينا الضوء شكلها؟ كيف شكل الشمس يا ثالث؟ كاروي أحسنتم شو لونها؟ لونها أصفر طيب الشمس بإيش بتمدنا؟ بالحرارة إذن حرارتها شديدة حرارتها شديدة إذن نعرف الشمس هي نجم، سماوي، مضيء، شكلها كروي، ولونها أصفر، وحرارتها شديدة جداً طيب، كان أحمد جالساً مع والده على شاطئ البحر يراقب الشمس لحظة غروبها قال ما أجمل الشمس وما أعظم خالقها؟ أخبرني يا أبي ما الشمس؟ طيب أحمد تسأل والده ما هي الشمس؟ والده شو جاوبه؟ الشمس وهي النجم سماوي مضيء نجم أين يقع في السماء مضيء خصائصه وما خصائصها؟ خصائص الشمس أنها ما هي أهم خاصية للشمس؟ إيش بنستفيد إحنا من الشمس؟ تزود الأرض بالضوء والحرارة إذن تزود الأرض وإحنا عايشين في الأرض تزودنا بماذا؟ بالضوء والحرارة طيب، حقيقة الشمس وخصائصها اللي نكتشف معا الشمس، ما هي خصائص الشمس؟ هي نجم في السماء، لونه أصفر وهي كرة ملتهبة ومضيئة إذن هي كروية الشكل ومضيئة ملتهبة أي حارة ينتشر ضوءها وحرارتها في الاتجاهات جميعا إذن الشمس تمد الأرض جميعها بالضوء والحرارة مع أن حجمها كبير جدا إلى أننا نراها صغيرة إنت لما بتطلع الشمس من مكانك لأنها بعيدة عننا جدا 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 نراها إيش صغيرة؟ لكن الشمس كبيرة جدا إحنا بنراها لأنه نراها من مكان بعيد نراها صغيرة جدا زي ما إحنا شايفين بالصورة ننتقل إلى صفحة 73 يعتالات طيب، ما لون الشمس؟ لون الشمس، هون إحنا نبين معنا لون الشمس، لونها أصفر شكل الشمس، شكلها كروي طيب، ما الذي يصل إلينا من الشمس؟ يصل إلينا من الشمس الحرارة والضوء طيب، أربعة، لماذا نرى الشمس قرصا صغيرا في السماء؟ مع أنه حجمها كبير جدا، ليه؟ إحنا بنشوف الشمس، أحسنتم، لأنها بعيدة جدا عن الأرض لأنها بعيدة جدا عن الأرض طيب، ليش هي بعيدة جدا عن الأرض؟ لأنها لو كانت قريبة منها سوف نحترق تمدنا بالحرارة والضوء، وهي بعيدة، أما لو إنها قريبة جدا مننا، لأن حرقنا من شدة حرارتها لنتعلم معا، الشمس، هذا تعريف الشمس، نحفظ مهمية ثالث، هي نجم سماوي مضيء، شكلها كروي، ولونها أصفر، وحرارتها شديدة إذن، الشمس، نجم، سماوي مضيء، شكلها كروي، ولونها أصفر، وحرارتها شديدة طيب، الشمس بماذا تزود الأرض؟ تزودها بالضوء والحرارة الشمس بماذا تزود الأرض؟ بالضوء والحرارة ننتقل إلى سؤال أرسل العلماء مركبة فضائية إلى القمر فهل يمكن إرسال مركبة فضائية إلى الشمس؟ هل يمكن يا ثالث؟ لا يمكن لماذا؟ لأن حرارتها شديدة جدا الشمس لا يمكن إرسال مركبة فضائية إلى الشمس لأن حرارتها شديدة جدا وزي ما حكينا يا ثالث، إن الشمس لو إحنا قريبين منها لا احترقنا من شدة حرارتها طيب، عنا هون صورتين، أتأمل الصورتين ثم أناقش عبارة عنا طفل عم بتدفع على تدفئة قريب منها والتاني بعيد شوي عنها من نعم الله علينا أن الشمس بعيدة عن الأرض بعدا مناسبا زي ما حكينا يا ثالث، إن الشمس من نعم الله علينا أنها بعيدة جدا عننا لأنها لو اقتربت مننا سوف نحترق من شدة حرارتها لكن هي بعيدة جدا تمدنا بالحرارة والضوء بقدر حاجة الجسم إليها ولكن لو اقتربت مننا، نحترقنا هيك إن شاء الله بنكون خلصنا درس الشمس بدي منكم حبايبي صف ثالث نعرف تعريف الشمس على الدفتر وخصائصها تعريف الشمس وخصائصها يعطيكم العافية